اشتركوا في القناة برنامجكم الأسبوعي على قناة ميديان تيفي إلى سويسرا إذن وصل الفريق الوطني اليوم الأحد وذلك في إطار إقامة تربص بمنتجة كرانس منطنة يحضره قبل المشاركة الخامسة من نوعها في نهائية كأس العالم معسكر إعدادي تتخل له ثلاث مباريات وديا يوم الخامس القادم 31 مايو أمام المنتخب الأوكراني اللي يتخلق على المنديال بعدما احتل المرتبة الثالثة في الإقصائيات في المجموعة ديالو يميز إذن معسكر السويسرا وما الذي يراهن عليه إغفاء غناغ خلال الوديا الأولى أمام منتخب أوكرانيا وبأي إقاع عيمشي اللاعبين ديال الفريق المغربي في الأمطار الأخيرة لكتصلهم على نقطة الانتلاقة هذه الأسئلة وغيرها سنحاول نجاوب عليهم في هذه الحصة المباشرة برنامج برنامج الألمات شو اللي عند حدثوا كذلك فيها على القميص الجديد للمنتخب المغربي والدرجة اللي خلفتها يعني عملية تقديم هاد القميص قبل أتابع ثم الأسبوع الماضي المناقشة هاد المواضيع يحضر معنا من جديد في برنامج المدربة الوطنية فؤاد الصحبي أهلا بك فؤاد مساء الخيسي جلال مبروك العواش ترليك والمشاهدي الكرام وفرصة طيبة باش نتواجد معاك ومع السي بدر وصيشة معنا كذلك الزميلين بدردين الإدريسي بدردين مرحبا مرحبا بك جلال مرحبا بكل المشاهدين ومشاهدات الكريمات ومرحبا أيضا بالزميل وصديق سي فؤاد صحبي لم أكن بينكم في الحلقة الماضية فأتمنى رمضان كريم لكل المشاهدين الكرام معنا كذلك هشام رمضان مرحبا بك مرحبا جلال ومرحبا بسي فؤاد مدة ما شفناه وفرصة سعيدة بين الناس جدنا مع اللقاء اليوم يعني فؤاد وهشام وبدردين الموضوع دينا اليوم كما قلنا وهو المنتخب الوطني ذكركم مشاهدين بأنه بإمكانكم التفاعل معنا عبر الأشتاق الماتش في الفيسبوك وكذلك تويتر قبل ما ندخله في الموضوع قلت غير نهنأ سي بدردين إدريسي بالفوز التاريخي لفريق المفضل فريق ريال مادريد ثالث لقب على التوالي بالنسبة لفريق ريال مادريد في الشامبينز ليغ إنجاز غير مسبوق أنا من جيتي كنت في مهمة في مادريد في إطار متابعة ميديان تيفي للموندير والتحضير لبرنامج مونديرنا مشيت صراحة باش نقوصه نقوصه مشيت حتى السانتياغو بيرنابيو ومجردش الله لأن تقوص على ريال مادريد هذا العام صعب وصعب جدا لأنه بزاف ومزاف على ذلك الحظ أنا أخاف أن تكون السهمك قد ذهبت إلى حارس ليفيربول أكثر ما ذهبت لعب ريال مادريد لكني أعتقد على أنه الفوز بأربعة ألقاب في آخر خمس سنوات الفوز بثلاث ألقاب متتالية الأندية التي تجاوزها هذا الفريق كان أعتقد على أنه ترفع له القبع هذا جيل أسطوري بكل مقاييس وكان أعتقد على أن الرابح الأكبر في كل هذا الجلال هو كرة قدم الإسبانية التي استطعت في آخر خمس سنوات أنها تفوز بخمسة ديال الألقاب أوروبية لأنه كان الفريق المحبب إلى قلبك قد فاز بألقاب سنة 2015 وبعد ذلك انتشرت السلطرات البيضاء لما بدأت تقول بأن الفائز الأكبر هو كرة القدم وعا توقف لما تقولك لا الفائز الأكبر في هذا الشيء هذا الشيء هذا السنة خصصا ماشي كرة القدم لأنه فريق ريال مدريد كان محضوض محضوض جدا وأنا مشيت باش نقوص لأن عندي كذلك واحد الخطار مع السي بلال مرميد زميلنا في الإداعة أو في التلفزة أنه كنت قلت له في يناير لما كانت النتائج متدبدبة جدا قلت له إلى غير بحث لعب الشامبينز ليغ أنا أحس أن أعرف مرة فائدة به يجب أن تفي بوعدك وإلا بلال مرميد غدية أعطينا السي جلال أحداث يلقاع الفرق الخاص من قبلها ريال مدريد وتعطيبوه أحسن اللاعبين ما كان كليل بوانت قبل أن يلعب ريال مدريد كاين نايمار مع باريس جرمان ومالعبش مع ريال مدريد صلاح لا صلاح والأخر كاين كذلك بواتينغ وروبين أمان باير ميونيخ الإصابة كذلك كانت ديال كليني اللي غاب وقيل على اللقاء ديال جيفونتيوس الآن محمد صلاح بلا من تكلموا على الحرس أن هذا القبر ساهمت فيه كرة القدم الألمانية والحرس الألمان بشكل كبير جداً بحرس لدخل الهدف الهدف ديال ريال مدريد تتبير منيخ ولا الآن الهدفين ديال توقع شيء صابه في سوبر كوب الأوروبي لا لا سوبر كوب بحارس آخر هذا ومسعر بارشلون معدبين كيف سوم يلقوا شي حاجة باش يبروا هذا النجاح ديال ريال مدريد لا والله لا والله ما معدبين بالعكس كان هنا فريق ريال مدريد لأن وصلوا 13 ترجعوا لهذا الموضوع وغض النظر الخصوصي ديالكورة القدم في إسبانيا فإسبانيا ولد نموذج رياضي يحتل جميع الرياضات لأنه ولد مسيطر يا أوروبيا يا عالميا وهذا يعني بأنه وصلوا لواحد المستوى التنمية ديالرياضة اللي بالفعل ولدك تعطي واحد صورة جميلة على بلد اللي كان يمكن أنه بين قوسين كان متأخر كثيرا على أوروبا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما إلى ذلك ولكن إسبانيا الآن مليكة تضرع على التنس يعني في الترباتو كتلقى بأنهم مرجع في العالم ففي سباق الدراجات وفي سباق السيارات دراجات الهوائية والنارية في سباق السيارات في كرة السلة فهي نموذج يحتدى به وكنشوفوا أنه الشعبية ذيالرياضة اللي هي بواحد شكل يعني أعتقد بأنه بزفت الدول خاصة تأخذ إسبانيا كنموذج يقول له إدارة برسلونة وقال نبه إدارة برسلونة لأنه في ظل الهيمنة برسلونة ريال مدريد يتمكن من الفوز بأربعة ألقاء أوروبية وما زالت يتفوز فكان أعتقد أن هذا يرش ما أعجبني البارح في اللقاء لأنه صحيح لم يكن شيء مستوى كبير لم يكن شيء مستوى كبير صحيح ما أعجبني هو أنه شفت العالم المغربي في البوديوم ديال تشامبتين سليك مع أشرف حاكمي لأنه هنيئا لأشرف حاكمي ولفريق ريال مدريد ولعشاق فريق ريال مدريد المغرب صحيح والثاني لعب عربي بعد ربح مجور كيفوز بعصبة الأبطال الأوروبية وغير على هذه بعد أن نطرحه مع مجزعي هو ممكن هذا الفوز دياله يكون الخير على المنتخب الوطني ذلك ما نتمنى ومارسي فورا ترانزيسيون سيشام لأن الحديث فهذا الحصة يكون حول المنتخب المغربي المنتخب المغربي اللي يدخل المرحلة الأخيرة من تحضيرات ديالو قبل التوجه إلى روسيا للمشاركة في نهاية كأس العالم أسود الأطلس كما قلت في البداية توجه سويسرا لخوض مباريات سويدية ووضع يعني آخر اللمسات قبل انطلاق نهاية المونديال والمباراة الفتاحية للمنتخب المغربي أمام منتخب إيران في الخامس عشر من يونيو التفاصيل فالتقرير للزميل أدلال جعباري رحلة المونديال بدأت ومعها بدأت التحضيرات من أجل عودة يراد لها أن تكون على إقاع التألق في ملاعب روسيا بعد غياب عن العرس الكروي العالمي لعقدين كاملين من الزمان بالتمام والكمال المنتخب والمغربي وبعد معسكر أول بسخرات دام لثلاثة أيام بحضور جميع اللاعبين بالستنى أشرف حكيم الذي رفق فريقه ريال ماديدا الإسباني إلى كيفا الأوكرانية حيث نهاء دول الأبطال الأوروبية والذي توج به النادي الملكي ومعه حكيم أول مغربي يتوج باللقب الأوروبي الأغلى رغم أنه لم يشارك في المباراة النهائية أسود والاطلس سيقص شد الرحال نحو سويسرا وبتحديد منتج كرانس مونتانا في معسكر تدريبي ثاني الغرض منه والتحديل المونديال بخوض مباريات ودية ثلاثة سيقص شريطها يوم الخميس المقبل بمواجهة المنتخب الأوكراني بالعاصمة السويسرية وبعدها بأربعة أيام سينازل بنفس الملعب منتخب سلوفاكيا قبل أن يتوجه للعاصمة تالين لمواجهة مضيفه المنتخب الإستوني في آخر اختبار قبل شد الرحال صوبا روسيا رهانة والناخب الوطن إعذى عناغ من هذه المباريات الودية ستكون هي وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها المونديال وإن كان الاعتقاد السائد يقول إن رونار قد حدد بشكل كبير هذه التشكيلة خاصة بعد اللائحة المعلنة والتي ضمت الأسماء التقليدية التي حضرت في التصفيات وضل رونار يصفها بالنواة الصلبة باستثناء غياب سوفيان بوفال الذي شارك في الودية الأخيرة أمام أسباكستان ولم يحظى بثقة الثعلب الفرنسي لافتقاده التنفسية مؤخرا مع فريقه الإنجليزي الاحتفاظ بنفس الأسماء هو أحد العوامل التي راهن عليها المدارب رونار للإبقاء على روح المجموعة والتناغم الذي قد يمثل عامل حسم وصناعة للفارق في مثل هذا النوع من التداغرات بين تشكيلة متكونة في الغالب من أسماء متعودة على اللاعب مع بعضها البعض وفي الكثير من الاختبارات جلهم تربى ونشأ وتكون خارج المغرب وبين ثلاثة عناصر فقط تمثل فرسان البطولة المحلية المنتخب المغربي سيكون على موعد مع التاريخ في روسيا أجواء التفاؤل تسود المعسكر المغربي وكل مكونات الأسود عازمة على تحقيق نتائج تشرف الكرة المغربية التي أطلت الغياب عن المحفل الكروي العالمي وتريد أن يكون العود أحمدا في ملاعب روسيا من أجل تحقيق طموحات المشجع والوطن وتحقيق الشعار الذي سيرافق رفاق بنعطية في المونديال أسود الأطلس فخر المغرب أسود الأطلس فخر المغرب ذلك ما نتمنى دخلنا إذن كما قلنا في الأمطار الأخيرة دخلنا في المعقول دبا فؤاد الصحابي كيفاش يجب تعامل مع هذه المرحلة وشنو يفن دارك الأهمية ديالها أعتقد أن السؤال صعب لأنه متشاعب كان أعتقد لأنه الآن الصمي يقلبوا على اللوريس من اللي غير يلعبوا فيه فلاكوب ديموند وكان أعتقد لأنه وضع ثلاث مباريات في واحد الحيز زماني محدود على راسكو الربعين وخمسين يتلعب مباراة باش يشوفوا إلى أي مدى اللاعبين قادران يرجعوا يدروا استيشفاء ديال العضلات ديالهم قادران يرجعوا لاريكوپرation ديالهم باش يتلقوا تروا يلعبوا ما تخر قادران يشوف غير لإبيعات درشانج دانك سيئن كسيان ديجا دو ريتم ديال للماتش سيئن كسيان در ريكوپرation سيئن كسيان دو بلسمن دو تاكتيك كان عرفو لأن رينار مجموعة من مباراة لأب ديطاكسيك مختلفين وأنه كان أعتقد لأن واليوم غير مقاعد المنتخبات ثم كان مجموعة من المشاكين من ضمن أن هذه المنتخبات ربما شي منتخبات قوية لأن احنا غانواجه كما كعرف الكل هتواجه إسبانيا غتواجه فورق قوية واليوم غتلعب منتخبات اللي ربما ما عنداش باعطاوي لذي الإشكال الأول الإشكال الثاني هو دي رمضان الآن كيفاشغيت تأقلموه مع هاد المسائل خاصة أنه كان عندهم حصاص الصباح ودي الأشياء وكما جعل لسان لكل إخوان كان جموعة من اللاعبين المغاربة اللي متبتن برمضان والإسلام وفضيل هالظروف ممكنش أن اللعاب صايم ويجي في صباح وفي العشية يتريني وكيكون واحد العادات ديلي سيبستان الشيمية اللي يخصفي ومالعظمة دي الممكن يكون عرض اللي بلاي سور فكنتمنى على أن الطاقم الطيب والطاقم التخني القاوم جمعة من الحلول لأن هذه الفترة مهمة جيدا إلا استعدتي بشكل جيد فغاتكون أقرب لتحقيق نتائج خاصة أنه جاينا في واحد بول اللي في التفاصيل المميلة هي اللي صدر تخليل لكذا شنس بشتربح الماتشت هيشان هو الأمور الآن واضحة لأنه دخلنا لهذا الخط المستقيم الأخير فرونار الآن تشكيل واضحة ما يمكن أنه بقي يجرب اللاعبين ولكن هو الآن في مرحلة تكريس النهج وكذلك تعزيز هذا الإيقاع الذي يمكن أنهم يلعبو به لكي يدخلهم في الأجواء مبكيرا ولو أنه الأمر يتعلق مباراية تدريبية بطبيعة الحال اللاعب مباراية يمكن يعطيهم الإيقاع يمكن أنهم يعطيهم الاستعداد الدهني لكي يدخله في المباراية المونديل ولكن في نفس الوقت المدريب يجب أن يكون عنده تخوف لأنه ممكن تكون إصابة لقدر الله ممكن تكون مجموعة من الأشياء ولكن مع ذلك الآن الأمور واضحة بالنسبة له فتشكيلا اللي كان يرغب فيها هي هذه اللائحة هي هذه الفارق كله يمكن أنه لعب واحد لمدة كبيرة فيما بينهم بالنسبة اللاعبين وبالتالي فبالنسبة له فقط هناك يعني مرحلة دي الوضع اللمسات الأخيرة على منتخب اللي هو مقبل على المونديل والمونديل اللي بالنسبة لجميع اللاعبين ولا المدريب هو شيء اللي هو يمكن أنهم يحلموا به أولا من ناحية دي لأنه يحقوا فيه نتائج إيجابية وكذلك خصهم واحد نوع من الاستعداد اللي هو يكون على جميع المستويات بش يمكن أنهم يحقوا فيه الأفضل زميل بدردين الإدريسي يعني في بداية الحصة أنك هاجمتيني شوية بالحديث مطول على فريق ريال مادريد وإنجازات ريال مادريد ما أعطيك الكلمة همش مستمعون أنتقم منك اليوم أنتقم منك اليوم زيان كما ينبغي في هذه الليلة الرمضانية أنش أنت أنت الثاني ماهيش من حد السعر بقي معي حضرة بلما نوصل مشاهدينا خليكم مع هذا اللقاء مع الناخب الوطني ونشوف نقال على تشكيلة المنتخب وشنين النقاط القوة والأسود وعني القراءة لخصوم المنتخب المغربي في المجموعة الثانية في المونديال المقتطف في الحوار لأجراني معه في إطار مواكبة قناة ميديان تيفي للمونديال وبرنامجكم مونديالنا إيرفيرانا بطريقة هادئة كالعادة وحاولوا أن أبقى متحفظا وأن لا أنساق كثيرا وراء ما يحدث حول المنتخب المغربي والكلام الذي يقال دائما عندما نعلن عن لائحة المنتخب المغربي لا نضم دائما أفضل 23 لاعبا بل نضم المجموعة التي تتكون من 16 لاعبا ونضم عليها بعد ذلك أسماء قادرة على التناغم والإنسجام والدخول في نسق هذه المجموعة يعني أن الأهم بالنسبة لنا هي الحالة الجيدة التي يجب أن تسود داخل معسكر المنتخب المغربي المغربي أحس أنني سأعيش حلما لي أحلم به منذ طفولة تحدث في ذلك سابقا كأس العالم 78 في الأرجنتين كانت بداية حبي وشغف بكرة القدم المشاركة في كأس العالم فخر كبير لي وعندما نملك حاسة التنافس الفخر لا يدوم سوى لثوان بعد ذلك تعود إلينا روح المنافسة من أجل الذهاب لكأس العالم من أجل عدم تخييب أمل المشجعين وعدم إحزان بلد كالمغرب الذي ينتظر وجها كبيرا من منتخبه أظن أننا على الطريق الصحيح الآن هذا مستوى آخر من المنافسة وعلينا أن نرتقي له وأنا أثق في هذه المجموعة من اللاعبين مستوى آخر من المشاركة الإعلامية من ناحية العرض لكنها تبقى في الأخير بطولة ومع أنني شاركت في ست مرات في أمم إفريقيا لدي الخبر اللازمة هناك أمور أخرى يجب علينا التحضير لها وتجهيزها سألتقي ببعض الأصدقاء من أجل أخذ نصائح بخصوص بعض التفاصيل التي يجب العمل عليها ومن المؤكد أنها ستكون مهمة وتحدث الفارق كأس العالم تجربة جديدة وإنني متأكد أنها ستكون تجربة غنية عندما تطمح لشيء ما وتحصل عليه عليك أن تستمر على نفس الخط يجب عليك عدم التراجع تحدث في مرات عديدة سواء في الحياة العامة أو حتى في أي مسار مهني لقد حدث معي الأمر مسبقا حين تحصل على شيء تطمح إليه تشعر بنوع من الذعر أظن بنسبة لنا الأمر معاكس يجب أن نكون متحمسين لمواجهة منتخبات قوية إنه شيء رائع بالنسبة للتقم التقني لللاعبين ولكل البلد أعتقد أنه جميل في مجموعة لفعل جميلة لفعل جميلة لفعل جميلة لفعل جميلة كما نحصل إيران كارلوس كيروس ترعب مباريات أمام حصوم من ذلك الوزن إيران مثلا يقودها كارلوس كيروس هذا المنتخب الذي يقلل من شأنه لكنني رأيت صورا له أمام تونس إنه منتخب قوي بانسجام تكتيكي كبير ويحترمون التنظيم العام للمنتخب هناك الأشياء التي يتعبونها في المنطقة لذلك هذا هو أمام ثم بورتغال أما بالنسبة لبورتغال فلا يجب علينا أن نكون متخصصين لمعرفة مدى قوتهم ومن هو نجمهم الأول لكننا أظن أننا نستطيع مجابهة كل هذا فلنسجا لأني أمام جميع العالمين على سبيل التنظيم العالمين بالنسبة للإدنتي والجوء هذا شيء مرحبا نعلم نفسه ولكنه يجب علينا أن يجب علينا أن يتعبون كل هذا أخبار الوطني إيران رونار سيبدردين تحقيد بلد حوار؟ أعتقد أن إيران رونار متطبيق مع نفسه يأخذ أول تجربة على مستوكس العالم أعتقد أنه على تغير كل لعب الفريق الوطني يحقق واحد من الأحلام التي ترويد أي واحد ينتمي إلى كرة القدم وأن يتواجد في منصة كأس العالم ما بين كبار المنتخبات وكل ملايير المشاهدين يكونوا يشاهدوك وأنت على مصرح الأحداث تبدع وتقدم الفرجة إيران رونار كان أعتقد هو ثالث مدرب أو رابع مدرب يشرف على الفريق الوطني ولم تكن له تجربة سابقة مع كأس العالم أذكر أنه بيستنا أنغي ميشيل اللي درب الفريق الوطني سنة 1998 وكانت له صوابق مع كأس العالم وأعتقد أنه سوة ثمانية مع المنتخب الفرنسي وأيضا ثنين وثمانية كمساعد لي ميشيل يدارجو كان أعتقد أن مثل هذه الأشياء كتعطي المدرب القدرة على أنه يدبر حادث دي الكأس العالم المهم من هذا كله كان أعتقد أنه من المعطيات لصرد زمينا فؤاد الصحابي صرد نجموعة من المعطيات ولكن المعطى الأساسي اللي كان أعتقد وقد أشار إلى إيرفيرونار هو تعايش المجموعة المجموعة متعايشة فيما بينها بطريقة جيدة جدا بحيث أن أي لعب جديد ينضم إلى الفريق الوطني إلا وكيوجد واحد سهولة بالغة في الاندماج مع روح المجموعة وهذا المعطى بدر الدين رأي معطى أساسي في مسابقة كأس العالم لأنك تحتاج وقت طويل يعني شهرين إذا كنت تربحها وفي اختياراته وقال لي بالحرفة قال لي ما كان ناخدش 23 أحسن لعب يعني ناخده 23 لعب لعي لعي لعبه وعيت عيشه هذا عليش النظرة لأنه كنا عشنا في مرات سابقة لعلى مسؤول فريق الوطني وعلى مسؤول المنتخبات العالمية صعوبة التجمعات طويلة حتى أن هناك خبراء كانوا يجتمعون بعد مبارئ نهائية كأس العالم ويقيموا الأداء المنتخبات وقد أجمعوا كلهم على أن الفترة الطويلة التي تستغرقها عملية التحضير لكأس العالم كان هناك من يستعيد لمدة 30 يوما 40 يوما لمنافذة كأس العالم هذه المسافة طويلة جدا زمانية طويلة جدا كتحدث واحد مجموعة مرجات داخل المجموعة ملل استضامات وقد وجدنا الآن على أن فترة التحضير تصيرت إلى 20 يوما نعيد أن اليوم الفريق الوطني سيأخذ المعسكر من 20 يوم نعتقد أننا اليوم نواجه مستوى تنافسي هو الأعلى والأول أرفع وبالتالي هذا يتطلب واحد تدبير تاكتيكي معين يتطلب أيضا اختيارات بشرية وتاكتيكية معينة وأعتقد أن إيرفيرونار يشتغل الآن بمعية خلية نحل ليس فقط في إعداد الفريق الوطني ولكن أيضا في مراقبة المنافسي المباشرين الفريق الوطني والتي تاهمة سيبدأ يخذوا اعتبارا من 29 و 30 ماي مباراية ويدية تحضير المنديل سوف نتفق معك هنا وجدي النقطة لأنه اليوم المدربين المنتخبات لا يمكن أن يشوفوا على الجانب تقني لأننا كان لدي نقاش مع جمال السلامي في هذا الستاجي الأبرو فكي لاعبين كايا جور ماتلان ولاعبين كالدوتي اللي أبلغوا البلال حسن فضل بوطولة لا تتواجسوش المنتخب المحلي لماذا؟ لأن اليوم المدرب يشوفوا شكونوا واللعاب اللي يجي ويدخل في القروب واللعب ولا تتواجسوش ويقوموا بإشكال وأي لعب جديد غي يحتضنوه وهذا كي تأكد في الكيب ناصيونار لأنه كيفاش سوفيان مرابط جاف أخر لحظة حالي جاف أخر لحظة ويدخلوا ومدخلوا اللعابة اللي كانوا كي سينو كاف هجر ووحدين أخرين اللي كانوا كيلعبو مع بعضياته مدة طويلة ومستطع على أنها تحتضن بعضياته وشمشي الأهدف هو أصلا غوناغ خضع الواحد اختبار للتاعيش في كأس إفريقيا لأنه كانت مدة طويلة ونحن عرفنا أنه تاريخيا المنطق المغربي في جميع تجمعات طويلة دياله كانت توقع خلافات مبيل اللاعبين وكان دائما كانت توقع مشاكل ولكن الاختيبار الأول اللي ينجح فيه غوناغ هو أنه نفس الفريق تقريبا ففي كأس إفريقيا فتجمعوا مدة طويلة ولعبوا وما كانش مشكيل بالعكس لأنه هذاك كأس إفريقيا فهي يمكن أنها عزات هذاك التجانس ما بين اللاعبين والليبان لأنه حتى في تغطية الأخيرة لتقديم القميص ديال المنتخب وطني ففقط بالعين المجردة كيبلك بأنه كين أجواء اللي هي سليمة جدا لأنه بخبرة نحن في التغطية للمنتخب وطني كتحاول تقذير الفرق أي نحن مداخلين نشوف العمق ديال الأشياء ولكن من خلال النظر الأولى كيبلك بأنه الأجواء سليمة ونتمنوا أنها تبقى كذلك لأنه عناصر بحل زهير في الضال بحل الزعار بحل زياش في الأول ما قبلوش ووضعهم في الكرسي وبتالي اللي بينوا منهم خرجوهم من المنتخب ثم منيولوا أنهم رجعوا بغن يدخلوا من الجموعة ويقبلوا كل أدوار الأطوار اللي تعطاهم ويبقاش إشكال في الكيب ناسيونال ولننصى أيضا أنه لبما المعطى الآخر اللي غد يبرز أشرته إلى فؤاد هو أنه فترة التحضير لكأس العالم لأنه لعبين خارجين وقدرها نائر فيرونار على مجموعة متجانسة متعايشة ولكن أيضا في قمة تنافسيتها ما يعني على أنه لعبين خارجين من واحد الموسم ماراتوني وبالتالي عملية تحضير ديالهم بدنيا لمنافسة أكبر لمنافسة كأس العالم في أجواء لأجواء ديالرمضان كان أعتقد على أنه ستواجه بعض الصعوبات ولكن أنا واثق من أن الإطار الطبي والإطار التقني هنا في أن تتبرز القوة دياله وأعتقد أنه كان صارم ودقيق في اختيار معاونه فلذلك كان أعتقد أنه من الكفاءة ما يكفي على مساوى التقم التقني للتعامل مع مثل هذه الإشكالات والإشكال التي تعرضه لأنه يوجد جوار لجوان في فان داني بوري دي ماتش لعبو مع الماتش يصل لستين سبعين خمسة وسبعين ماتش وجين لعبو لأكوب ديومون ديجا بور لغمات ترميز في سيكسي بحال هم بحال الناس كاملين ولكن الآن يقومون بطولات قوية بحال أنجلاتيرا وبحال إسبانيا وإيطاليا يقومون مع كلبهم في البطولة المحلية في تشامبين سلي يقومون في إزيكيب نصي ونصي لأنه يأتي ليل من المطار يلعب مع السبعة لا يوجدون الإشكال الآن اللعب يلعب بلجيكا يلعب بولوندا في فورق صغيرة وش عندهم فأنتمنى على الله أن هذا الجانب البداني وسترجاع الطروة لا يشكل إشكال التكنيك لأن لما كانوا إن شاء الله دي بليسور كان أعتقد أن المنتخب سيدخل بحضوض مناسبة إن شاء الله ونتمنى أنا أذكر أنني بفترة التحضير لكذا عام 1986 لأن كانت أيضا تزامنة معجر رمضان ومع ذلك الفريق الوطني خرج مونديال تاريخي المنتخب المغربي تكلمتي قبل على الندوة دي إغبيرونا هذاك حوار حصري واتمرنا عليه بزافة سيفوئات باش تكلم معنا في إغبيرونا وفي شهرين ونحنا كنتنتظر الموعد خليكم معنا مشاهدين الكرام نلتقي بعض لحظات قليلة في الشوط الثاني من المعات شو دائما الحديث على المنتخب المغربي والبداية دي المعسكر في سويسرا تحضيرا للمنظر خليكم معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام في الشوط الثاني من الماتش برنامجكم ريادي الأسبوع على قناة ميديا انتفين ذكركم هاشتاغ الماتش على الفيسبوك وتويتر لتفاعل معنا في هذه الحصة قبل من نوصل النقاش مشاهدين الكرام كلينا كذلك لقاء مع القلب النابض للمنتخب المغربي مبارك بوصوفا أحد النجوم اللي قادوا أسود الأطلاس للتأهل للمنديال روسيا كيفاش يشوف مبارك بوصوفا حضوض المنتخب المغربي شنو الدور دير وفاد تشكيل الشاب للمنتخب وشنو هي الطموحات والأمل يدير القبل من المنديال خليكم معاد الحوار دائما بطار سلسلة البرامج المخصصة على قناة ميديا المنديال ومبارك بوصوفا أظن أنه خليط من كل شيء الجيل الجديد واللعبين الذين قدموا للمنتخب في الفترة الأخيرة إنها مجموعة جيدة تحت إمرة طاقم جيد نعمل بجد من أجل الوصول إلى الهدف وهذا كانت تأهل إلى كأس العالم تحس بذلك في آخر سنتين لقد كانت تأهل إلى المنديال هدفا كبيرا للمنتخب المغربي وأيضا للشعب المغربي الحمد لله لقد قمنا بتحقيق هذا الأمر إذا تبعت العمل الذي قمنا به كفريق وأيضا كتقم تقني دون أن نغفل الدعم الذي تلقيناه من الجماهير المغربية أظن أننا قمنا بعمل جماعي رائع في كوب آفريك هناك انتظارات أكثر من الناس وحجم الطموحات يكبر مع الوقت هذا عملنا كلاعبين محترفين ويجب التأقلم مع ذلك سيكون أمرا سعبا أظن أن كل لاعب يحلم بلاعب المنديال خاصة مع بلدك ننتظر كأس العالم بفارغ السبر ونحاول التحضير على أمثل نحول هذا المحفل العالمي كل لاعب مع فريقه على حذى وعقب ذلك في التجمع الإعدادي الذي سنعمل فيه بجد من أجل تحقيق الحلو نعم من جهتي أحاول القيام بعملي كالعادة بطبيعة الحال لدي تجربة أكبر الآن لكن لن تستطيع فعل كل شيء لوحدك هذا أمر مفرغ منه وحاول القيامة بواجب ومساعدة اللاعبين الشباب الذين وصلوا للمنتخب المغربي في الفترة الأخيرة نفس الشيء يقوم به بعض العناصر الأخرى التي تملك خبرة أيضا كالعميد المهدي بن عطية وكريم الأحمدي نوردين المربط وكلاعبين بخبرة أكبر أيضا لنا لإمكاننا لإمكاننا المساعدة كالحسين خرجة مروان الشماخ ويوسف سفري ويوسف حجي لقد لعبت معهم في الماضي كانوا لاعبين كبار ورائعين لم يشاركوا في كأس العالم للأسف أما بالنسبة لي ولعناصر الخبرة أيضا أظن أننا أكملنا المسيرة وعملنا بجد تيلة الفترة الماضية لكن أيضا يجب التوفر على شيء من الحظ في عالم كرة القدم إضافة إلى الظروف المنائمة التي تمنحك فرصا أكبر للنجاح هذا ما حدث معنا بطبيعة الحال التأهل إلى المنديال جاء بفضل كل المغاربة والطاقم التقني الجديد الذي قام بعمل كبير وأيضا اللاعبين الذين شاركوا في جميع مباريات التصفير ويوسف كل يوم الذين يمتعون في المنائمة ويوسف اللاعبين مبارك في قمة عباؤه يعني كريسيان ورولاندو اللي كان هو اللي كيلعب لكيب ناصونال وكيزيد الماركير دول أنسيس ولا قوي وكل شي كان كيشوف على أن القام على بوصوفة ولأ إمكانات وبدانية ما صالح له شي كون تمام باشي يستخلص كورات ويعود يخرجها عكسا على كل توقعات استطاع بوصوف على أنه يلعب ذلك المكان وفي هذا الستاج برو كان اللي مكلف بالفيديو هو السيد لي مع رينارو ولي درنا دي سيكونز الفيديو كيفاش لعبو ضد الكوديبار ومجمعه الموبالات وتبين الضور الحساس اللي كيلعبو والضور الكبير اللي كيلعبو بوصوف والأحمديف استرجع كل كورات كيقليسي اللي ضروات معالي الضروة معالي ديفونسير اللاقوش قاع الكورات كيجيبون في تايمين وكيخرجهم بآناقة وكيقدر مره مرة أخرى يتحول الجناح مزور ولا التاني رأس حربو يجل أهداف حاسيمة أعتقد لأن بوصوفة اليوم بالنسبة لأنا سيلا بلاكتور نود لي كيبناشونال وجمو دمون كيفاش نلعبنا ضد مزوعة من منتخبات الإفريقية كانت كتضاع الأصبوع ديال على باللهندة ولا اللاعبان خلين كتنسى لأن اللي كيخرج الكورات وكيمشي يمين وشمال وكيدين الخدمة الكبيرة فهو بوصوفة نتمنى الآن على أن بوصوفة اللي كي ما قلتي كل ما زاد في العمر إلا وزادت جريبة وزادت كتألق واللي كيلعف بوطولة مع احتراماتي لها جد متواضعة مقارنة مع الناس اللي كيجوم بأوروبا كيقدم البلاء وهو لسول اللي عنده واحد استقرار في المرضو ديالي فنتمنى أن بوصوفة يلعب معنا لأنه لا إم بياس ماتريس إن بلاكتورنان تسكوتيف فور لكيب ناسيونال يعني ولما لا أكتر من ثلاثة ديال المباريات كما تذكرني خليل مدني بالمخرج الجيد جيد متفائف ما يخص حدود المنتخب المغربي خلينا نتكلم عليك ثلاثة ديال المباريات لأنه مرة تقدر تريكيبيري شوية ثلاثة ديال المباريات لأنه كل سنك جور سكون وصفر إيق كيف ما بديسي أما بعد ديال السيفاء يكون عندك شوية ديال الوقت ديال الاريكيبير وكي يكون الهدف عندك هدف هو أنك تجاوز دور الأول بعد ذلك كاتوليك تنقش مباراة بمباراة الآن الحديث على المعسكر ديال السويسرا المباراة الأولى أمام أوكرانيا ثم سلوفاكيا شنو يمكن ننتظر من هاد يعني المواجهتين اللولي قبل ما يمشي سلوفينيا المنتخب المغربي لطالين لمواجهة المنتخب محل طبيعة الحال فالمدريب هو اللي يمكن يكون عنده المعطيات باش غير عرف اشن هو اللي غير يخرج من هاد المباريات فالمسألة الطبيعية هو أنه الإيقاع الآن إيقاع اللي خاص يدخله فيه اللاعبين وكذلك أنه المدريب يوضع اللمسات دياله الأخيرة ويحاول يطبق أنه الطاكتيك اللي غير يعب به واللاعبين كذلك يدخله مبكرا في المنافسة ولكن أعتقد بأنه الأمور واضحة بالنسبة الغناء لأنه من خلال المدة الأخيرة فبان بأنه عنده واحد 11 لعب أو 12 لعب اللي هم كيمتل واحد المنظومة دياله ديال اللاعب وبالتالي فهو دائما يجد فيهم ثقاء ولكن الآن يمكن أنه التايي يخص يكون على مستوى الديني أكثر من أي شيء آخر لأنه المناهج ديال العمل الآن صبحت واضحة بالنسبة اللاعبين وبنسبة الطاقة ولكن المونديال بناء على المنافسين فغتكون النهج اللي غي يعتمده وكذلك الطريقة اللي غي يمكن أنه مواجبات الخصوص يمكن تكون الخصوصية جلال هو أننا سنجري ثلاث مباراة ويدية مع ثلاث منتخبات ليست متأهلة لنهاية كاس العالم غير نسحح أحباد الدين ليس سلوبينيا بل إسطونيا لا إسطونيا وبالتالي وبالتالي على خلاف كثير من المنتخبات اللي قتخذ الآن مباراة قتخذ مباراة ويدية بعضها متأهلة للكاس العالم يمكن هذا يوضع مشكل على مستوى المحق الويدية كيف ستكون طبيعتها المنتخبات ببدءا بالمنتخب الأوكراني مع العلم بدر الدين مع العلم أن حتى المنتخبات اللي تشارك في المونديل لا تلعب مباراة ويدية بالفرق بتشكيلة الأساسية مثلا إلى المنتخب الفرنسي لعب المباراة الأولى بالمنتخب الأول والمباراة الثانية لا يمكن لعب لا يمكن أننا نوضع الفريق الوطني في مباراة الويدية في صورة ما سيكون عليه خلال المباراة الرسمية أبدا إذن ما يلعبوش مع فرق مؤهلة هناك أولا تحاول تعطي مساحة لعب للاعبين اللي ربما كانوا عندهم أقل تنافسية من لاعبين آخرين باش على الأقل يتسوى معهم لابد أننا نذكروا أن مباراة الويدية أساسا هي لزيادة الإنسجام بين اللاعبين هي لترويذ منظومة اللاعب هي أيضا لمزيد من الارتباط بين اللاعبين على المستوى التكتيكي هي كذلك فرصة أبدا دردين وربما هذه النقطة المهمة لتجربة البدائل وتشوف واش عندك يعني شي حلول باش تجيري دي سيناريو ليكونوا ما متوقعينش في البداية وأعتقد أننا لما أخذنا المباراة الويدية نذكر ذلك جيدا سواء أمام المنتخب السربي أو المنتخب الأوزباكي لعبنا في المباراة السربية بالتشكلة الأساسية للعبات ضد كود ديفور فيما المباراة الثانية لعبها الفريق الوطني بالبودلاء وكانت هذه المباراة تجوز فرصة لإيرفيرونار لكي يزداد اقتنعا بالنسبة مئوية عالية دي المجموعة التي يعتمد عليها في نهاية كاس العالم فؤاد يعني المنتخب المغربي الرحلة بدأت ربما كاس العالم بالنسبة للإيرفيرونار ولا حتى اللاعبين بدأت في الوقت اللي اخذوا فيه الطائرة اليوم رحلة ما غدت سهلة وما عرف أنهما غدت مثل السياحة في سوسرا غدت العمال عمال مضني لأنه ربما خلافة السيهشام فمن ناحية ربما الدهنية والطاكتيكية ما أعتقد لأنه رينار عنده خدمة كبيرة لأنه نفس المجموعة متجنسة منذ مدوية معه والدرج أنه لعب تاكتيكات مختلفة كما قال السيبادر الدين لعبوا غير لعب ضورهم فالإشكال أنا كان أعتقد الأول والآخر اللي غيكون عنده هو بداني كيفاش هدل العب اللي جايين مرهقين غيقدروا في هدل الوقت أنهم يزيدوا في البيت ويسترجعوا بسرعة القوة والطراوة بدون ما يطيحوا في المحاك للإصابات فهذا هو غيكون الهاجس الأول وربما غي يضطر في هدل المباريات كاملة لأنه يلعب لعب لعب تشكيل الأساسية ويقلب منظور ثاني على البدائيل ويحاول أنه يوصل بلا إصابات ويصل بفريق اللي يكون في القيمة في الجورج بدنيا وطاكسيكيا نتمنى على أن المنتخب مغربي يتوفق في المباريات ويدخل إن شاء الله لكأس العالم بكامل اللاعبين وهم في كامل القوة البدنية والتقنية ربما الآن لكل عارف التشكيل الأساسية لأنه النقطة جديدة في السنوات الأخيرة لدينا بالنسبة لكرة القدم والمنتخب المغربي ربما كان علامة استفهم واحدة أولاد جوج كان حراسة المرمى لأن كان الإمكان وكان الهدف والمشروع لأنه يعتمد على المبارتين وديتين خص المباراة ضد المنتخب السربي فأصيب الآن بونو رجع والإشكال للمنير المحمدي اللي ملعبش الموسم منذ أشهر أعتقد على أن إيرفيرينار ما كيشوفش لا فور أكسيال دي جوور كون عنده لعب كيلعب في الفرقة دياله ولكن لعب في المتقب كان كيلعب فكان هو مآمن محمدي بواحد شكل كبير من بعد مولا محمدي كيقلس في الكرسي وبونو كيت ألق مع الفريق دياله فكال تجعل أن بونو ياخد فراص وخدا في كل مباراة تلو لكن في ذلك الوقت بالضبط يتصابون الآن سيكون عنده إشكال كبير ولكن أعتقد لأن اليوم سيشوف أن محمدي أقرب لأن نلعب ماكسي مماتش مع الكيب ناسيونال ثم يظهر لكي الإشكال ثاني من غير الحراسة التي فيها هذه إشكال كان دفاع الفريص مع ذلك أعتقد لأن بهذا المفرد الدريجة محفظين مشجلين مردودية كلهم سيبقوا في المكان حكيمي و الهوز ديال غارديان ديال أنا أتصفق مع فؤد لأن رصيد المباراة الموجود الآن في الوعاء ديال محمدي يؤهله لأن يكون الحريص رقم واحد في الفريق الوطني بدون أدنى شك على مسور ريق الأيصار أنا أعتقد على أنه يمشي من الاتجاه ديال أنه يوضع حكيمي في هذا المركز ولو أن حكيمي أساسا يلعب ظاهر أيمن ولكن كن أعتقد كل ما لعب في الظاهر الأيصار إلا وقدم كثير من تطمينات بدل المباراة ديال كوت ديبوار آخر أربع مباراة المنطقة المنطقة المغربية يبدأ المنطقة بالتشكيل الأساسي للعب آخر المباراة في الإقصائية ضد كوت ديبوار هشام هذه أمور يمكن أنه مغيمكن يختلف فيها شي حد لأنه حتى المدرب منطقيا مغيمكن يقلب فارق فقط لأنه قلي دماغ وخصن فارق ونقلب على شي حاجة جديدة فكلما لعبوا اللاعبين مباراة كثير بيناتهم ولكن ليس فقط اللعب يعني هذا الفارق محقق الانتصارات ومحقق وعاد من بعيد في تصفية دي الكأس العالم وكذلك هو النواس دي الفارق اللي في كأس إفريقيا حقق ذلك هؤل منذ ومده ما حقق دي الدور تاني وبالتالي فهذه معطيات لا يمكن أن المدري يفرط فيها فقط لأنه يختار شي حاجة فالمسألة واضحة وهذه من الأبجاد دي الكور القدم أنه كلما لعبوا بيناتهم وعطوا نتيجة فبطبيعة الحال فهم اللي غيكونوا إلا بعض الاختلافات أو بعض المفاجآت اللي تقدر تكون من تبني أعتقد أن بونا تأله كثير ولكن الأحمدي ستين بياس ماتريس محمد وكان في بعض مبارايات مهمسة واختاب روح لفك أسيف ريقيا لفت في سنوات العشر الأخيرة الحارس اللي اقتر في الأقل عدد من الأقطع هو الحارس دي منتخب محمد هذا المنتخب اللي خصوش قميس وفي الأخير يعني اجبر هذا القميس كان آخر منتخب يعلن القميس الرسمي دي وكان ذلك في حفل هذا الأسبوع بمدينة أسخيرات هذا القميس كتر عليه القيل والقال نخليكم مع هذا الروبرتاج وبعد ذلك نشوف واش عجبكم القميس واش ما عجبكم كيف تم التعامل مع هذا النقطة الحساسة أمام أنظار أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمدينة سخيرات عن القميس الرسمي للمنتخب المغربي خلال نهائية كأس العالم بروسيا حفل تقديم القميس الرسمي جاء بعد أيام قليلة على تنقل المنتخب إلى سويسرا حيث سيستعد للمشاركة في المونديال هذا تقدم تقريب المنتخب الوطني من بعد نواب نواب وحد الكوميسيو وهذا تقريب هذا دخل في سياسة القرب ديال الجامعة وسمح لنا بس نقدمه لما يود لكيب ناسونا لأننا عندرنا عليه بزاف وكالقيل وقال عليه بزاف إذن قدمنا للمانيغ أوفيسيال إذن هذه سياسة التواصل للجامعة في هذه المسائلة التي هي مخصبة بالمنتخب الوطني في طريق الروسي إن شاء الله أمين حارث وامبرك بوصوفا وفيس الفجر أسماء وقع عليها الاختيار خلال الحفل لتقديم القميص الجديد للمنتخب المغربي بلونيه الأحمر والأبيض فيما قدم كل من مونير الكجوي وياسين بونو وريضة تغنوتي الأقميصة الثلاثة الخاصة بحراس المرمى المهدي بن عطية كان أخر الملتحقين بمكان تجمع اللاعبين ووعد في كلمة له بتقديم الأفضل في روسيا أما المدرب إغذي غناغ فعبر عن تفاؤله بما ستقدمه مجموعته من جهته لم يخفي رئيس الجامعة فوزي لقجع إعجابه بالقميص الجديد للمنتخب لكنه قال إن الأجمل هو أن يبلل من أجل تحقيق نتيجة قميص المنتخب الوطني وإنما هو الشكل الذي يظهر بالمنتخب الوطني في نائية كأس العالم بعد غياب 20 سنة نتمنى أن المنتخب الوطني يكون في الموعيد كأس العالم تلعب قبل أن يكتب المباريات أجواء إيجابية نتمنى التواصل لكل منتخب الوطني في الموعيد ويقدم كأس العالم تبقى تاريخية فكرة إيجابية أولا في نوع للتواصل خلقة مناسب لبين اللاعبين وبين الصحفيين الخطوة كذلك الأساسية واللي اعتبرتها نقطة إيجابية وإشتراك البرلمانيين فهذا الحفل أول لأن البرلمانيين وقوات شرعية نتمنى هذة الخطوة تحسسون بأنك أهمية قطع رياضة ربما مغيب عديد من الاهتمامات وهذا دائما يمكن قلوب أنك مشكل للاهتمام قطع رياضي كقطع حيوي عدوا أبعاد متعديدة فكنت من هذه الخطوة التي قدمت على الجامعة كورت القدم أن إشتراك السادة البرلمانيين والنواب أنهم يشوفوا أهمية الرياضة ويشوفوا التأثير الإيجابي على قطعة واسعة أول ظهور للمنتخب بقميسه الجديد سيكون خلال مبارياته الودية القادمة أمام كل من أوكرانيا وسلوفاكيا بسويسرا ودد إستونيا بالعاصمة طالين قبل دخول التنفس الرسمي بمونديال روسيا بدءا من الخامس عشر من يونيو القادم إذن هشام تحضرت هذا التقديم عود لنا هو التقديم هو كان حفل ديال التقديم كان في اليوم الأول من دخول اللاعبين المعسكر المعسكر ليوصل ليه كان آخر منتحقين به وابنعطية لأنه جال المعسكر يالله وصل من المطار من بعد آدال المغرب واحد نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بطبيعة كان الموضوع ديال الحفل هو التقديم ديال القامس الرسمي الحضور كان الضيف الخاص هما عضاء لجنة قطاعات الشيماعية بمجلس النواب وهذا اللجنة بالضبط نحن نعرف هي اللي تناقش فينما تكون شي نكبة بين قوسين ديال الرياضة المغربية فهي اللي كاتنا رشها المراجع ويمكن أنه كما قال حمزة الحجوي فهو قال في إطار سياسة القرب اللي يمكن أنه الجامعة الآن كتنجا مع جميع المكونات ديال الموحيط ديال الجامعة الملكية المغربية كما لحتو فالتقديم كان اللاعبين اللي تختاروا بشي قدبو فهما فيصل فجر وامين حارس ومبارك الأخضر لأنه المنتخب وطني غير عب بلونين فقط هما الأحمر والأبيض وهذا هو الختيار لكين ويعني إجمالا فاللاعبين في الحادث ديالهم في الكواليس فكلهم كي عبروا على الإعجاب ديالهم بالقميس ولو أنه أغالبية ديالهم كيقول لك القميس بالفعل أنه خصو يمكن أنه ناقش التصميم دياله أو الشكل دياله ولكن يبقى أهم شيء كما قال فوزي القجاع رأي جامعة فيمكن يكون القميس جميل ولكن الأفضل هو أنك تبلل هذا القميس بالدفاع على حدود المنتخب وهذا هو الخلاصة لأنه كانت حفل قصير في المدة وما كان مسموح الصحفيين أنهم يأخذوا تصريحات من عند اللاعبين أو المسؤولين ديال الجامعة هذا كان اختيار الكاميرا اللي سجدت هاد الاختيار لما يهدرت الواحد بدأ يكسر في الزمن للتواصل يمكن أنه يتخبره بالصحفيين قبل بلا ما يجي والجامعة تصور هذا كش يمكن لك المسألة تتعلق بصور فكام دون أنه ما يمكن أنه فارق عمل يتنقل ونحن عارفين أنه بالإمكانية دياله وهذا فارق عمل رأي في إطار العمل دياله وفي إطار الجامعة محتاجة لإعلام باش يمكن أنه يصل للضوء على العمل اللي يكذير ويوصل لنا منتخب وطني هو منتخب المغاربة جميعا وعندهم حق في الإخبار والإخبار كيف يفرض إياه كين إكراهات حنا متافقين معها ولكن على الأقل نتخبر بها باش يمكن أنه الإنسان يقوم عمله وحتى التعامل للمشكل أو لمشكل آخر منتخب منتخب لقدم القميص وكما يجب في مجلة فرنسية السوفوت قال لما شاهدنا أن الشركة المسؤولة على تصميم هذا القميص كنا كان نتظر شي حاجة خارقة العادة فقال هو انصح هذا الصحفي في مجلة سوفوت مجلة متميزة جدا أن قل المغرب أي قميص أحمر لبسوا وزيدوا فيه ترزوا فيه الشعر الجامعة لأن ربما نتكلم على أول مشاركة لمنتخب المغربي بعد 20 سنة سنكبرنا بالذكر الأقميص التي نلبس المنتخب المغربي ومحفور في الذكر كنا نتمنى ربما يكون شوية لفوق ولو ربما عودني الضغط على هذه الشركة لتعطي قميص لكم مسؤولتنا حتى أي دولة لدي قميص بقصة منتخب الإسباني لدي قميص كذكر لمشاركتهم في المونديال 2002 شي حاجة فينتيج في قميص لا لدي علاقة أخب هو كان أعتقد جلل إسوة بكل الشركات التي تتطبر في إطار إخراج كل المستزمة لك أس العالم لا من كورات لا من أقميص إلا كنا نتعود أو نتظر هذا جديد الذي يقع على مستوى الأقميص أو على مستوى الكورات يمكن الشركة التي مكلفة بإنتاج هذه الأقميص لم يجب لك جديد 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 تخريج جديد مع منتخبات أخرى وشركات أخرى يكون دائما حتى بالنسبة لهم لأن كل رباح قميص متميز ورغم كبين المهم جلال أنا استمعت لكثير من المغربة المقيمين في ديار المهجر المغربة المتواجهة أنهم يريدون الحصول على هذه الأقميصة ليحملها من هنا لليوم 15 يونيوم معايد المباراة أمام المتخب الإيراني وأذكرك أن ما أعجبني في الأقميصة هي أقميصة حراس المرمى جيدة جدا شكرا لك شكرا كذلك هجمحة هو أقول شكرا لك السحر الصحابي إلى هنا تنتهي حصتنا اليوم مع برنامج برنامج يحييكم لكم تحية كذلك الزملاء التقنيين المخرج النخر المدنب زميل عبدالله الجعفرين التقين إن شاء الله يوم الأحد القادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة